نشر موقع ميدل ليستاي مقالاً لانتقادي صمت حزب المحافظين على تصريحات اللورد رامي رينجر التي وصفت بالعنصرية وذلك بعد أن هاجم صحفينا من أصول باكستانية بسبب فيلم نثائقي عرضت محطة بي بي سي البريطانية كشفت فيه عن دور رئيس الوزراء الهندين ناريند رامودي بالطورة في قتل المسلمين بكجرات عام 2002 قال المقال الذي كتبه بيتر بورون وعمران مولا إن صمت المحافظين إذا تصريحات اللورد رينجر يهددوا بتحويلهم إلى ملاذاً للتعصب والعنصرية ذكر الموقع أنه علم أن حزب المحافظين بقيادة سوناك قد حيط علماً على الأقل ببعض ما صدر عن اللورد رينجر من تصريحات ولكن الحزب لم يفعل شيئاً إذا ذلك حتى الآن وتجهل مكتب رئيس الوزراء البريطانية أسئلة وجهتها لو ميدريست آي حول ما إذا كان رئيس الوزراء سوناك سيحقق في الأمر وربما يتخذ قراراً بتعليق عضوية اللورد بحسب الموقع وقال المكتب رداً على استفسار إنه بما أن اللورد رينجر ليس عضواً في البرلمان فإن المسألة تعود إلى المقر الرئيسي لحملة المحافظين يتهم رامي رينجر بأنه استخدم لغة بائسة ومشحونة بالعنصرية عندما هاجم فيلم سؤال مودي حيث أنه يخضع لتحقيق من قبل لجنة المعايير في مجلس اللوردات في قضية أخرى حيث هاجم الفيلم الثائقي الذي أثار غضباً في الهند ومنع على منصتي يوتيوب وتويتر من قبل سلطات البلاد هناك لتصويره هذا السفاح الذي ترونه على الشاشة ناريند رامودي ولتصوير دوره في مذابح كجرات عام 2002 والحقيقة أن هذا لم يكتفي بهذه المذبح التي حدثت في 2002 وإنما يواصل جرائمه تجاه المسلمين بشكل مباشر من خلال سلطاته ومن خلال مؤسساته الأمنية وأيضاً من خلال العصابات التي يتزعمها هي عصابات المتطرفين الهندوس التي تحمل مسمى RSS المشهورة والشهيرة وسيئة الصيد في الهند اشتركوا في القناة